نساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي أهلاً ومرحباً بكم وحلقة الإسبوع من المجال النهاردة عندنا ضيف وضيف مهم جداً وضيف حقق إنجازات ما لهاش أول من آخر مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر وقعد فترة طويلة جداً وحقق للنادي الأهلي ومنتخب مصر إنجازات ما بعدها إنجازات لكن قبل ما تكلم عن ضيفنا النهاردة فيه نقطة لازم نتكلم فيها هزم إحنا متعادلين معاكو في الإنترو أول جزء من البرنامج بنتكلم على رأي المجري رأي البرنامج بشي رأي أنا فدلوقتي إحنا لما بنتكلم على رأي المجري توقفت وزعلت أول في نفس الوقت ليه؟ إحنا نتخلين على كاس العالم 2022 اللي يقام في قاطر إن شاء الرحمن رب نديكم العمر والصحة ويدينا جميعاً لما بيجي نتكلم دلوقتي عن كاس العالم في قطر إحنا بيتكلم على التحكيم ودي من الحاجات اللي ازعلت الواحد ويبين لك إن المنظومة نقص حاجات كتيرة جداً فين حكمنا من كاس العالم؟ ولا حكم عارفين يعني إيه ولا حكم؟ بيأخذوا ثلاث حكام من شمال إفريقيا لكن على ما أتذكر أنا مصطفى غربال من الجزائر وردوان جيد من المغرب وتقريباً فيه واحد تاني من تونس طب إحنا فين؟ لأن عندنا منظومة فشلة وأنا بقولها كده بكل الصراحة وقالت لكم قبل كده أنا باش أخبي منظومة فشلة حكام كل الحكام الكبيرة اللي عندنا لازم قاود بقى لازم يعتمد على الصف التاني وأنا شفت الصف التاني في ربطة الأندية المحترفين اللي بدأوا في الدوري اللي حصل دو سعد توقف لهم أفريقيا حاجة تفرح وتكلمنا فيها إنما حكامنا الكبار للأسف بقولها وللأسف لا يصلح فيهم ولا حكم إن يحكم حتى في الدوري العام عشان كده إحنا بره كاس عالم ده معناها إيه؟ إن في مجملات الناس اللي بره دي بتتفرج عشان تختار حكام ما بتجملش عندنا اتحاد الكورة لجنة الحكام تابع لجنة الكور اللجنة الكورة أعضاء مجلس دارة هم اللي معينينهم بالواسطة عاوزين نكتب بالواسطة ويقولولهم بعملوا كذا وعملوا كذا حاضر بنعمل كذا وشوفنا في حاجات كتيرة جدا وشوفنا الحكم اللي بيطلع بيقول لك السنة مش عارف حصل إيه ما عليش شيء بقصد حصل إيه ده اللي أوحش من كده كمان اللي فيها فضايح ما بعدها فضايح دور الدرجة الأولى اللي هو دور السعود ده حكام بتيجي بعينها يجيبوا الناء النادي لأن الأندية هي اللي بترشأ أعضاء مجلس الإدارة أنا بتكلمش على أعضاء مجلس دارة الجداد وما لسه مش تغلوش أنا بتكلم على القبل كده بيجيبوا حكم ويقولوا عايزين نكسب المباراة دي على طول بيحصل بيحصل ما عارفش بقى بيقولوله إيه بيعملوا معاه إيه بيديوله إيه الكلام ده كله ما عارفش إنما ده بيحصل ده بيحصل معناها إيه إن منظومة فشلة فبين رئيس لجنة الحكام أريد السعود الحكام اللي هون مفروض متعين من قبل الاتحاد يا جماعة عم بص بقى بره الناس عاملة إزاي نجيب حكام أجانب تحكم دلوقتي عندنا في مصر هنا نستفاد زي ما بيجيبوا داربين أجانب وإحنا بيجيبوا داربين أجانب ليه عشان نتمنظر على العالم لا أحنا عايزين نتعلم إحنا بالنسبة لنا الحكام عندنا دون المستوى كنت دي أقل كلمة أخدها فعشان كده أنا بقول لما بتكلم أنا بتكلم وانا زعلان مصر بحجمها وإسمها وكبرها وكل اللي فيها ومصر رجع التاني معنا إن دايش حكة محدة في كاس العالم ده معناها إيه معناها إن منظومة فشلة واللي بيدروا منظومة أفشل منهم كمان عشان كده المفروض تبقى لجنة الحكام دي تبقى لجنة مستقلة اللي بيعينه رئيس لجنة الحكام لجنة الأندية ربطة الأندية بقاش موصولة عن اتحاد الكورة في كل الدنيا كده دور الإنجليزي والدور الفرنسي والدور الأسباني وبنشوف قد إيه الدور اللي عام المصر عندنا الحكام قد إيه بيش عارفين ياخدوا قرار عارفين يعني بيش عارفين ياخدوا قرار شولنا ريال مدريد الكلاسيكو الأسباني يقدر لعيب يروح للحكام بيشوح له أو يعمله دي احنا عندنا ناقص ان اللعيب يروح للحكام ويديله ألمين فيا جماعة والله العظيم ما ينفع ما ينفعش احنا مصر بتتقدم الكورة أنا بقول لكم الكورة ما زالت لحد هذه اللحظة هي محار لكسر لازم اتخذ فيها قرارات وقرارات عنيفة جدا عشان نصعم الحال الكورة العالم كله منشوف الدور الأوروبي ومنشوف الدور العربي السعودي ومنشوف الدور الإمارات ومنشوف الدور القطري طب احنا فين احنا فين بشياردين ايه منزومة احنا عددنا كمية عشرين مليون بشياردين ان طلع منهم مئة حكم فانا بقول لكم الحكام انا بقول لاتحادي الكورة علنان هو والقس رجلت الحكام الحكام الكبار اللي بيحكمه في الدور العام المصري لا يصلحه ولا واحد يوم يصلح بالمجاملات وبكل حاجة وبيعمل حساب للأندية وبانتماءات بتاعته كل الكلام ده حصل فعشان كده انا بقول المنظومة او المثل اللي بيقول لك ايه انسف حمامك القديم انسف حمامك القديم انسف لجنة الحكام دي كلها وهتخلي حتى ربطة الأندية المحترفين هما مسؤولين عن دور العام هما اللي عينوا عشان محدش يشتكي وعشان مفيش لعيب من عندهم يطلع يقولك اصل الحكم عمل وعمل وعمل رئيس النادي بيشتكي اللعيب بيشتكي الاداري بيشتكي بيبقى فيه تهجم كمان على الحكام طب الحكام فيه مين اللي بيحميه انت بش قادر تحمي ناتك في الملعب او انت بش لاقي حد يحميك بها تمشي على طول انا عارف ان الكلامي قاسي جدا عليكم انما هي دي الحقيقة انا لما اشوف حكام راحين كاس العالم مصر ما فيهاش ولا حكم دي احنا كنا اسادة العالم ده كله وعندنا حكام حكامة في كاس العالم جمال الغندور وكان اصام عبد الفتاح وكان فيه علي انديل حكام ما لهاش اول من اخر لو ما اتكلم على الحكام انا باتكرم اللي انا فاكرهم دلوقت عشان تعمل كاس عالم 22 في دولة عربية قطر واحنا بالنسبة اننا ما فيش ولا حكم ولا حكم دي مصيبة سودا والله العظيم مصيبة سودا ليه؟ احنا مصر اتغيرت بالكورة عندنا مش عايزة اتغير ولا ناجد حكمها عايزة اتغير الله اوما انت بتعمله ايه؟ اوما انت تنخش انتخابات وطوله هنعمل ونساوي ونعمل ونساوي وكل واحد فرحان بالكورس وللأسب دلوقتي فيه في اتحاد الكورة فيه اتنين لعيبة على مستوى عالي جدا لعبه دولي ولعبه كانوا لعيبة نجوم زي كابتن حازم امامه كابتن بركات اتمنى انا بقول لكم بقى اتمنى انما حتة السلبية دي عاوزين ننتهي منها خالص مجاملات مفيش مجاملات خايف على الكورسي تطلع بره تروح انا بقول لك كده لكل الناس كلها الموظومة في اتحاد الكورة دلوقتي انتوا بتعملوا انتخابات وانتخابات بتجيبكوا يبقى انت تصلحوا من حل الكورة المصرية وحل الكورة المصرية باش هتصلح الا بالتحكيم في حكم موجود في الملعب صاحب قرار هيخلي اللعبة كلها التزام ودينا بنشوف في الدول الافريقية بتلعبنا حكام بيعملوا فينا ايه ولا حد فينا بيضاف تحمق ولا حد فينا بيبصلوا كده ولا بيشوحنا بيعمل اي حاجة لاننا عارف فعشان كده اتمنى ان الفترة اللي جاية ان شاء الرحمن شاء الرحمن لو نين عم ان المنظومة تتغير هل بقى تبقى تبع احنا عايزين تبقى بره اتحاد الكورة عشان كده يقيم لجنة ربطة الاندية المحترفين مش تبقى مسؤولة تبقى عاملة ربطة للحكام تبقى مستقلة والاندية هم من الممكن يعينوهم انما يبعدوا خالص عن اتحاد الكورة يشوفوا اللوايح والقوانين بتاعة الاتحادات الدولية يشوفوا الدور الاوروبي مش عقب ان انا لحاجة من دور الاوروبي لدور المصري مفيش ولا حكم يصلح اجيب حكام اجانب الفترة دي عشان يعلموا الاجيال اللي جاية عشان كده اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الفترة اللي جاية يحصل بقى فيه انتقاء للحكام وكل واحد بقى يشوف شغله لان احنا الفترة زمنية بقيت صعبة انا كده معلش طولت عليكم وانا بقى اعتذر لان انا كنت تعنيف شوية لان دي زعلتني المواحد يبقى موجود في الفيلد موجود لعب لعب منتخب مصر لعب لقندية كبيرة النادي الاهلي وكل لقندية مصر كلها اكيد حزينة انه فيش ولا حكم من حكامنا في كاس العالم اتنين وعشرين